اشتركوا في القناة الدينية العليا للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته ومناسبة اعلان تحرير الموصل الحدباء نبارك اولا لمن بسببهم لا بغيرهم تحقق النصر العظيم وتحررت المدن والقصبات والقرى وباقي الاراضي العراقية واخرها الموصل العزيزة نبارك لهؤلاء الغيارة الذين اعتبرتهم المرجعية الدينية العليا صاحب الفضل الاول والاخير في هذه الملحمة الكبرى انهم المقاتلون الشجعان بمختلف صنوفهم ومسمياتهم من قوات مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية وفرق الجيش العراقي البطل والقوة الجوية وطيران الجيش وفصائل المتضوعين الغيارة وابناء العشاء العراقية الاصيلة ومن ورائهم عوائلهم وأسرهم ومن ساندهم من مواكب الدعم اللوجيستي كما عددتهم المرجعية الدينية العليا في خطبتها نبارك لهم أولا لأن النصر بدونهم مستحيل فهم أحد سببه ولأنهم مع الفتوى هم فقط لا بغيرهما أو معهما صنعوا جناحي النصر العظيم على عصابات داعش الإرهابية وحطموا أسطورتهم وأنقذوا العراق وبلدان المنطقة من خطرهم فهم قاتلوا نيابة عن الإنسانية وصطروا أرواع ملاحمها في التضحية والفداء ونكران الذات والشكر موصول لباقي فئات الشعب العراقي هذا الشعب الذي وصفته المرجعية الدينية العليا بما يستحقه من صفات ميزته عن غيره فقالت فيه فإن الشعب العراقي بما يحمله من مبادئ وقيم وما يجري في عروق أبنائه من رفض للضيم والذل لن يدعهم يهنؤون بذلك بل يبذلون الغالي والنفيس ولا أغلى وأنفس من دمائهم الزكية الطاهرة في سبيل الذود عن الأرض والعرض والمقدسات لقد أثبتت الأعوام الثلاثة أصالة الشعب العراقي واستعداده العالي للتضحية والفداء في سبيل كرامته وعزته متى دعت الحاجة إلى ذلك وإن له رصيدا من الرجال الأشداء والنساء الغيرات ما يطمعن معه بتمكنه من تجاوز المحن والمصاعب والأزمات التي تعصف بالبلاد وعلى الجميع أن يقف إلى جانبه لتحقيق ما يصبو ويسعى إليه من مستقبل ينعم فيه بالأمن والرخاء والتقدم والإزدهار إن شاء الله تعالى فهنيا للعراقيين والإنسانية هذا النصر الذي نذكر فيه أبناء شعبنا بما طالبتهم بالهمرجية الدينية العليا في خطبتها في الثالث عشر من آذار عام 2015 وقالت وأود أن أؤكد مرة أخرى على ضرورة حفظ هذا التاريخ الناصع من خلال التوثيق لكل جزئيات الأحداث خوفا من التضيع والتبديل إذ من حق الأجيال القادمة أن تطلع على تاريخنا وأن تقرأه واضحا وصادقا كما قرأنا نحن تاريخ أسلافنا وقول سماحته دام ظله الوارف فسلام الله عليكم من شعب صامد صابر فاجأ العالم بصبره وصموده وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين في السادس عشر من شوال المعظم 1438 هجرية المصادف 11 تموز 2017 الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة